موسيقى السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته معكم صديقتكم فاطمة ما يميز الإنسان هو حبه للخير وابتعاده عن الشر والخير والشر هما مواقف وما أكثر المواقف التي مرت على أسماعنا عما جرى في كربلاء على الحسين عليه السلام وأصحابه منها نتعلم وتعلمنا يوما بعد يوم معنى الثورة التي قام بها الحسين عليه السلام ثورة الخير ود الشر ولكننا أحيانا نتكاسل أو نتخلى عن نصرة الحق وإعانته والدفاع عنه وها هو صديقنا أيهم الذي طلب منه والده في بداية العطلة الصيفية أن يشارك في تمثيل وتصوير وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة وفاته وكان ينوي نشره على فيسبوك نصرة لدين الله ولكن أيهم رفض وتحجج بالتحضير لحفلة عيد ميلا الصديقة وقال لأبيه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتمسك به وبوصيته لكنه لا يزال صغير على إقامة هذا العمل الذي طلبه منه أساسا أنه يحفظ المشهد التمثيلي وهو قد تعب من الحفظ المواد الدراسية في العام الدراسي ويرغب في الاستمتاع بعطلته بعيدا عن المهام التي تتطلب منه جهدا وهكذا انصرف أيهم عن هذا العمل الذي كان فيه نصرة لدين الله إنه الموقف مؤسف حقا ضيع أيهم خيرا كبيرا مقابل عمل بسيط وفضل راحته على بعض العناء المؤقت لإدخال السرور على آل محمد عليهم السلام وأنتم يا أحبائي ما رأيكم بتصرف أيهم ونحن نأخذ العبر من كربلاء دعونا نرى ما هو درس اليوم الذي يمكن أن نتعلمه يفيدنا ويفيد صديقنا أيهم هيا بنا معا إلى مرسلة برنامجنا مريم لتحكي لنا ما يجري في معركة كربلاء الآن أهلا أهلا مرحبا زميلتي مريم إذا كنت تسمعيني أجيبني رجاء مرحبا زميلتي فاطمة نعم أسمعك جيدا حياك الله مريم أخبرينا عن تفاصيل ما يجري عندك الآن في المعركة نعم زميلتي فاطمة نحن الآن اليوم العاشر من المحرم وقد بدأت المعركة منذ قليل والكثير والكثير من القتلى والجرحة والأرض مغطاة من جثث والدماء حتى من أهل بيت الحسين عليه السلام وما زار صوت الإمام الحسين عليه السلام ينادي في المعركة ألا من ناصر ينصرنا كأني أرعى من بعيد ولا من صغير فجهه مثل القمى يقترب من الإمام الحسين عليه السلام نعم إنه القاسم ابن الإمام الحسن المشتبة جاء إلى عمه يطلد منه أن يأذن له من القتال الأعداء لكن يبدو أن الإمام الحسين عليه السلام لم يأذن له إنه يفوه له أنت أمانة أخي الحسن وطلب منه أن يرجع إلى أمه في صغر سنه قال مني كلام الإمام الحسين وكم كان عمر القاسم عليه السلام وهو يطلب من الحسين القتال معهم وهل عزف علاق على القتال عندما منعه الحسين عليه السلام ننتظر منك توضيح عزيزتي آه يا عزيزتي فاطمة القاسم لم يصل إلى سن البلوم وهو في زهرة صباح لكنه لم يتكاسل عن نصرة عمه الحسين عليه السلام وتقدم بكل شجاعة وبثالة يقاتل ثم راد إلى المخيم مهمومة بعدما منعه الحسين عليه السلام من القتال جلس يبكي حزينا لحظة يا فاطمة أراه يرفع أمه ويخرج ورقة مربوطة على ساعده ويقرأها أرى أن وجهه يتهلل فرحا ويحرى إلى عمه الحسين بسرعة إني أسمع الآن أني أرى الآن الحسين عليه السلام يقرأ ما مكتوب عديدتي إنها وصية أبيه الحسن عليه السلام حيث قال فيها يا ولدي يا قاسم وصيك إنك إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وقد أحاطت به الأعداء فلا تترك القتال لدفاعها يا الله ولهذا جاء بالوصية إلى عمه الحسين عليه السلام أرى الآن أن الحسين عليه السلام أذن له بالقتال فخرج وبيده السيف يسحف به إلى الأعداء بكل شجاعة ولا كأنه يرى الموت محيط به لا لها من شجاعة لا نظير لها وكأنه ليس يهجم الأعداء سبحان الله فراه الآن ينحمي ويشد رباطن عليه والأعداء يحيطون به لا حسن المريم طمنينا ماذا يحدث عندك بالله عليك عزيزتي فاطمة سيدي يا أبا عبد الله وأنت ترى ابن أخيك مقتولا نعم صحيح وأود أن أخبرك عزيزتي أن هذا ليس الموقف الوحيد فقبله خرجه أمر بن منادى الأنصاري بكل شجاعة هو فتر صغير وقاتل أيضا بين يديه الحسن عليه السلام وكان يرتجز في ساحة القتال مثل الأبطال موقف تقشعر منه الأبدال سبحان الله السلام على الشهداء السلام على الفتيان البواسي الأقوياء شكرا لك عزيزتي مريم لنقلك هذه الأحداث المؤثرة نتمنى أن يعم هذا الموقف بفائدة علينا لعلنا نستفيز من هذا المواقف في حياتنا اليومية أكرر شكري وأمتناني لكي مريم أعود إليكم أحبتي هل رأيتم ما فعله القاسم عليه السلام رغم صغر سنه وكيف كان مستعدا للوقوف مع الحق ونصرة إمام زمانه ولم يبالي بكثرة الأعداء والموت المحيط بهم إذن أحبتي فنصرة الحق لا تقتصر على الكبار دون الصغار لذلك فلننصر الحق بكل ما نملك من قوة وهذا ما تعلمناه من كربلاء الحسين عليه السلام وتعلمنا أن صغر السن لا يعني عدم نصرة الحق وهذا ما تعلمه أيضا صديقنا أيهم فالتضحية ببعض الراحة لأجل الحق هو كل الراحة ونحن اليوم بخطوات سهلة ننصر الحق فلماذا نمتنع ونتكاسل وأخيرا تبقى مدرسة الحسين أكبر مدرسة ونبقى نتعلم من كربلاء أنا صديقتكم فاطمة وزميلتنا مريم نستودعكم الله أحبتي ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة